بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نرحب بكم طلبتنا العزاء في التعليم الإلكتروني في جامعة الإسراء ولازلنا مستمرين معكم في مساق مبادئ التسويق أو مبادئ إدارة التسويق حيث سبق لنا أن تحدثنا في الفصل الدراسي الأول عن التسويق ومفاهيمه ومضامينه وتم تعريف التسويق وأهميته للمجتمع والحديث أيضا في اتجاهات ما هي واقع التسويق أو ما هو واقع التسويق في المجتمع الذي نعيش فيه إضافة إلى أن التسويق لا يختصر على مؤسسة دون ما الأخرى فالتسويق هو أسلوب حياة يخترق كافة المناخي ويمكن لنا أن نتحدث في هذا الجانب كيف يمكن للمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة وأي مؤسسة أن تستفيد من التسويق فيما يتعلق في اتجاهات معينة كذلك تحدثنا عن البيئة التسويقية من حيث الحديث عن مضامين هذه البيئة وتقسيمات البيئة من حيث البيئة الكلية والبيئة الجزئية والبيئة الداخلية والبيئة الخارجية لما لهذه البيئة من أهمية كبيرة في إطار العمل الذي يسمح لنا بالانطلاق نحو دراسة هذا الأمر لذلك سنتحدث الآن في الفصل الدراسي الثالث وفي الجزء الأول من هذا الفصل سنتحدث عن السوق يمكن كل الحديث في المحاضرات الماضية كان يتحدث عن المفهوم العام للتسويق الآن سندخل في التقسيمات المتعلقة بهذا المساق ولعل السوق يعتبر مضمون مهم جدا من حيث دراسته من حيث تحديده من حيث تجزئته لأهمية السوق وتجزئة هذا السوق سندخل في هذه التفاصيل بالمضمين المختلفة ولذلك هذا الفصل سيعطينا أبعاد كالتالي سنتعرف على مفهوم السوق كذلك ما هي أنواع الأسواق ذكر أساليب تحديد السوق شرح مفهوم تجزئة الأسواق لعل التجزئة سنتحدث فيها في بعض الأمثلة الواقعية التي نعيش فيها من خلال تقسيم السوق ولماذا نقسم السوق وما هي الفائدة من تقسيم هذا السوق كذلك أهمية ذلك من الناحية التسوقية عندما نقسم السوق هذا الأمر يعطينا توسع وانتشار لا يجوز أن نبقى في إطار واحد إذا ما أردنا التمدد والانتشار كذلك ما هي المعايير والأسس المعتمدة فيما يتعلق في التسويق وتحديد الاستراتيجيات اختيار السوق المستهدفة هذه المخرجات التعليمية التي سيتم الحديث فيها في هذا الإطار يمكن في مفهوم السوق نتحدث عن مفهوم له علاقة بإشباع الحاجات والرغبات يعني أهم نقطة تسعل لها المنظمة بالشكل الأكبر إلى انتشار جيد هذا الانتشار يكون بجانبه وصول سليم من أجل إشباع حاجات ورغبات الأشخاص وهذا الأمر يتطلب مننا كيف يمكن لنا البحث عن الآليات التي نعمل من خلالها على إشباع الحاجات والرغبات وهذا تحدثنا فيه كذلك نتحدث على إشباع الحاجات والرغبات هو ليس أمر سهل لأنه يجب علينا أن نتعرف على أذواق المسالكين على حاجات المسالكين على رغبات المسالكين السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الجزئية هل أذواق المسالكين وحاجاتهم ورغباتهم يمكن السيطرة عليها إطلاقا نقول أن أذواق المستهلكين هي أذواق متعددة متغيرة لذلك من المعاني الصعبة التي نقول في مفهوم التصويق وصعوبة العمل فيها أننا نعيش في بيئة متغيرة في بيئة ديناميكية في بيئة يكون فيها مجموعة من الأذواق المختلفة التي يجب علينا أن نكون على دراية كاملة بهذه الأذواق ولذلك على رجال التصويق العمل على تلبية هذه الحاجات والرغبات من خلال آليات وإستراتيجيات كيف يمكن لنا أن نتحدث عن آليات وإستراتيجيات نتحدث على أن رغبات الزبائن كثيرة رغبات الزبائن متعددة كيف أنا أريد أن أحاول أن أكون يعني متواجد فيها هذا الأمر أمر ليس سهلا هذا الأمر يحتاج إلى آليات يحتاج إلى استراتيجية واضحة من قبل المؤسسة لعل أهم جزئية في هذا الموضوع أنه أنا عندي سوء كبير بدأ قسمه يعني بالمفهوم حتى أستطيع أن أنا أسيطر على أمر معين يجب علي أن أنا أقسمه وبالتالي أنا أخدت شوء التموضع في هذا السوق فصار عندي تميز في جزئية معينة صار عندي استراتيجية معينة أنا بدأ أنتقل من خلالها فبالتالي صار عندي هذا السوق أنا أستطيع أن أسيطر عليه فصار عندي هذه الجزئية إلى علاقة بتقسيم السوق إلى قطاعات مختلفة هذه القطاعات أنا أستطيع أن أنا إيش أسيطر عليها إلى حد ما وأعرف إيش أذواق وإيش الأذواق المستهلكين وحاجاتهم وبالتالي أبحث عنها زي أحنا مثلا بدنا نيجي نقول الأسواق موجودة عندي الملابس هذا سوق كبير سوق كبير جدا طيب إذا أنا بدي أتميز في هذا السوق عشان يكون فيه إليه تواجد يجب علينا أن أأخذ جزئية من هذه الملابس ملابس الأطفال أوكي إذن بديت أنا أقسم السوق لأنه سوق الملابس عندي أطفال نساء رجال مثلا خلينا نقول هذه التقسيمات أخذنا الأطفال فقط لا أنا بدي أجي أقول الأطفال مثلا المواليد إذن قسمنا فيه ناس بيأخذوا الأطفال مثلا ليش المواليد بأخذ جاعد بقسم السوق كل ما بقسم السوق بتلاقييني بأصل من الكبير إلى الصغير فعرفت مين هما المنافسين تعوني مين هما الناس اللي ممكن أنا أشتغل في الإطار العمل الخاص فيه فبالتالي وصلنا إلى هذه الجزئيات لذلك نعرف هنا في مفهوم السوق ويجب علينا أن نتضمن الأفكار الرئيسية في هذا السلايد السوق له معاني مختلفة ونخترح ما يلي هو مجموعة القوى أو الشروط التي يتخذ الباعون والمشتريون في ضوها قرارات ينتج عنها انتقال السلع والخدمة هذا سوق هذا سوق إذن أنا في عندي مكان يذهبوا إلى الناس في باع وفي مشتري هذا هو السوق بالمفهوم اللي احنا متعودين عليه ولا لا إذن هذه القضايا بتخليني أقول أنه والله أنا في عندي توجهات معينة هذه التوجهات يجب علينا أن نحن نبحث في الآليات الخاصة فيه طيب الطلب الكل للمشترين المحتملين لسلعة وخدمة طلب كلي يعني أنا بحكي في سوق فبالتالي يجب علينا أن أنا أشتغل في هذا السوق في هذه الإطارات اللي بتسمح لإلي الانتقال في هذه الأمور ولذلك لزاما علينا أن نعرف أن الطلب والقوة في مكان معين هو يسكل السوق طيب مكان ومنطقة بروخه لإلو الناس مكان ومنطقة بروخه لإلو الناس يمكن لما نتحدث على مكان ومنطقة نتحدث على مفهوم هذا المكان هو سوق يشكل فيما بيننا مبيعات ومشتريات طيب القيام بالنشاط العمال الذي يوجه انسياب السلع والخدمات من الشركة المنتجة للمستالي كل هذه الأمور كل هذه الأمور نقول عنها يا السوق ولذلك خلينا نركز على هذا الأمر وضمن سياق التسويق يعرف كتلة رسوق بأنه جميع المستهلكين جميع المستهلكين الذين يتشابهون في حاجاتهم ورغباتهم زي ما حكينا سوق الملابس تمام سوق الملابس قسمناه لسوق الأطفال والنساء والرجال والأطفال كلها موليد نفترض أننا نتحدث الآن في هذا التعريف على سوق الموليد إذا منقول جميع المستهلكين اللي هم الأطفال يعني بمعنى الأباء والأمهات هم المستهلكين للأطفال من سن يوم لسن سنتين أو سنتين ونص أو ثلاثة حاجاتهم ورغباتهم وحدة لأننا نحن بدنا ملابس ولديهم المخدرة والرغبة ما في إنسان بروح لمكان ما بكون في عنده المخدرة والرغبة في القيام بعملية التبادل من أجل إشباح هذه الحاجات والرغبات إذن مهم أننا نقعدين نتحدث في هذا الأمر بالمجمل يجب أن يرتبط أمر الشراء بإشباع الحاجات والرغبات لأن الإنسان بالدرجة الأولى يبحث عن كيفية إشباع هذه الحاجات والرغبات من خلال البحث عن كل ما يشبع هذه الأمور من خلال الذهاب إلى المكان اللي بيشبع حاجاته ورغباته طبقا للإحتياجات اللي هو بده إياها طبقا للأذواق طبقا للرغبات كل هذه الأمور بيتضمنها هذا الأمر ولذلك من خلال ما سبق يمكن لنا أن نتحدث على أن السوق لديه مجموعة من العناصر هذه العناصر تكون كالتالي هذه العناصر تكون كالتالي أولا يجب أن تكون هناك رغبة في الشراء يمكن أهم شغلة في الحديث هي الرغبة نقول هذا طلاب الجامعة عندما سجلوا لديهم الرغبة إذن الرغبة هي أساس العمل هي أساس العمل أساس التوجهات الأساس للانتشار والانطلاق نحو تحقيق الهدف من عملية التسيق إذن أنا عندي رغبة طيب الرغبة لابد أن تكون مرتبطة بالقوة الشرائية هل الرغبة وحدها تكفي الآن والله أنا جاء عبالي سنده الشورمة هذه هي رغبة ولكن فيش في جيبتي فلوس لا أشكل في الحالة هذه عنصر متكامل لمفهوم السوق إذن أنا لا أشكل قوة شرائية السلطة في تنفيذ الصفقات الشرائية عند رغبة وعند قوة شرائية ولكن ما عندي السلطة لاتخاذ هذا الأمر والنقطة الأخيرة اللي تواجد مجموعة من المشترين لهم حاجات ورغبات أنت شوف لما تروح لمكان وتلاقي أنه في ناس موجودة إذن هنا الحاجات والرغبات شمالها متشابهة متشاركة لا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحن نقول هدول بعض عن بعضهم البعض دعونا نتحدث الآن في مصطلحات مهمة ما هو مكان السوق هو مكان ماد نتسوق فيه وله أدت أشكال زي السوبر ماركت السوق الشارع وإلى آخر الآن لما نروح إلى السوبر ماركت أو المول مش هذا مكان ماد فيه سلع معروضة هذه السلع تنتقل من الباقة إلى المشتري فضاء السوق بيئة تبادل مبنية على المعلومات والاتصال الفضاء الرخمي اليوم أحنا بنتحدث على شو بنتحدث على شو بنتحدث على التسوق الإلكتروني اللي اليوم البضاعة بتكون معروضة على النت وبالتالي بإمكان أي إنسان يشتقيها وبتصل إلى باب البيت إذن هذا هو فضاء السوق يعني أنا بتحدث على تبادل المعلومات على الإنترنت واضح ما بعد السوق السوق الفوقية بمعنى أنا بصف مجموعة من المنتجات والخدمات المكملة مثل العنقود القريبة من ذهن المستالك ولكنها موزة على مجموعة من الصناعات إذن مكان يمكن أن نجد فيه كل شيء مرتبط بسوق معين زي سوق السيارات مثلا صح فيه الناء زي سوق الأربعة مثلا زي سوق الدهب إذن هذا هو سوق كل إشيء مرتبط بهذا السوق واضح فبالتالي هذه الأمور مهمة جدا نحن بدنا نتحدث فيها زي برضو مثلا بالنسبة للسيارات يتكون من المصنعين اللي بصنعوا السيارات تجار السيارات الجديدة والمستعمة شركات التمويل والتأمين والصيانة محلات السيارات والمكانيكي المواقع السيارات على الإنترنت واضح هذه كلها يعني لاحظوا أن كل الأمور اللي احنا تحدثنا فيها في إطار واحد شو هذا الإطار سوق السيارات واضح إذن كل ما له علاقة في هذا السوق هو يكون متكامل ولذلك سمي العنقود مترابطة مع بعضها البعض في هذا الإطار طيب إذن نستكمل معكم للطلب العزاء مهم جدا أن نحنا نتعرف دائما على ما يرتبط منفهوم الأسواق لأنه يمكن كل عملية التسويق الخاصة فينا واللي بتقوم فيها المؤسسة بالدرجة الأولى تعتمد على شو؟ تعتمد على هذه القضايا اللي بدها تسمح لإلنا كيف حقنا ننطلق في هذه الأمور يعني أنا ما بنفع أسوق بدون وجود أسواق وإلا مين بدأ أسوق حتى سواء كانت أسواق واقعية وبيئة مادية أو أسواق افتراضية لأنه في الآخر نحن نتحدث عن أن المنظومة العلمية والتسوقية تطورت فأصبحنا نتحدث عن تطور في المفاهيم التسوقية لا تقتصر على جزئية محددة بل تنتقل إلى أمور مختلفة من ضمن هذه الأمور اللي احنا بنحك فيها ولكن في أنواع الأسواق لا يمكن لنا أن نتحدث في الأسواق دون نمل حديث عن الأسواق الاستهلاكية والأسواق الصناعية وفي عنده أمور مختلفة ولكن نحن نحاول أن نركز على الأسواق الاستهلاكية والصناعية من ضمن الأسواق الأخرى أسواق المنتجين أسواق عادة البياء الحكومية والعالمية طيب الأسواق الاستهلاكية عبارة عن أسواق مؤلفة اللي نها استهلاكية استهلاك أسواق مؤلفة من مجموعة من المشترين النهائيين الذين يرغبون بشراء سلع وخدمات لإشباع حاجاتهم ورغباتهم الشخصية ولا يخصدون من عملية الشراء تحقيق أي ربح على الإطلاق هذه مهمة جدا تحقيق أي ربح على الإطلاق كيف؟ الآن أنا عندما أتحدث على أسواق السهلكية أتحدث على أنه أنا مشتري بدا أشتري هذه السلعة وأخذ الحاجة تعتي مثلا أنا جاء بالي اليوم أكل حبت أسكمو أو بوزة بأكل البوزة وخلص إشي شخصي شغلة تانية أعمق سيارة اشتريت سيارة ولكن هذه السيارة لإشباع الحاجة يعني أنا ما بقصد من شراء السيارة أن أشتريها وأبيحها مرة تانية ولذلك سمناها أسواق استهلاكية وهذا الأمر مهم جدا نركز على مشتريين نهائيين هذه مهمة نهائيين أنه أنا ما بقصد من وراها عملية المتاجرة أو إلى آخر من هذه الأمور واضح؟ أما الأسواق الأخرى اللي هي الأسواق الصناعية اللي أنا من خلالها لا بد يعني ما ببحث عن مشتريين نهائيين لا ببحث عن مشتريين بريدوا أن يأخذوا هذه السلعة ويدخلوها في عمليات وتصنيع جديدة عشان هيك نقرأ هي عبارة عن أسواق مؤلفة من مجموعة من مشتريين حتى الآن متشابهة مع الأسواق الاستهلاكية ولكن هذول المشتريين يرغبون بشراء السلعة والخدمات من أجل استخدامها في عملية الإنتاج والتصنيع إذن نتحدث الآن على صوخ جديد واضح زي المواد الأولية الزيوت الألاء طيب هذه السلعة تدخل في سلعة تامة الصنع زي الحسوب والشبكات أنا بشتريها بالجملة وببيح حنفرج من أجل الحصول عليه أنا أرباح وبالتالي في الحالة هذي أنا مش مشتري استهلاك أنا مشتري صناعي هذا على الأساس السلعة شو مالها؟ دامة الصنع طب مواد خام حديد فحم هذا الحديد والفحم بدي أدخله في أمور تاني فهذا الأمور التانية مثلا تشترينا الحديد عشان يدخل في أمر الإعلاق مثلا بالبناء أو أنا بشتري الحديد عشان يدخل في أمر تاني تصنيع فالحديد جزء أساسي فيه واضح؟ ضعي الخدمات تنظيف تطقيق محاسب استشارات قانونية تخزين هذه الخدمات هي أسواق صناعية لأننا بروح بقدمها خدمة لناس تانية بروح بقدمها لخدمة لناس تانية ولذلك هذه الأسواق الصناعية المفهوم بالنسبة للأسواق الصناعية مش مربوطة بربح عفوا مش مربوطة بأنه أنا هي أساسها الربح مش مربوطة بمستهلك أنا بدي أخذ الأمر النهائي لإلي لا أنا بدي أربطها بإعادة الدخول مرة أخرى في تصناعات جديدة حتى أحقق الأرباح اللي بس علينا ولذلك خصائص الأسواق الصناعية سلوك عقلاني وموضوعي يعني أنا في عندي ميزانية باعتمد على معايير عقلانية علشان يكون في عندي ما بعده وما قبله البيع لا يتأثر السعر بالدوافع العاطفية لأنه أنا في الآخر السوق الصناعي أنا من خلاله بهدف للربح أما السوق اللي الاستهلاكي ممكن يكون فيه التفاخر والتباهي لأن أنا بشتريها لإلي طيب السوق الصناعي بشتري بكميات كبيرة زي ما تحدثنا مثلا بدي أشتري أجهزة كمبيوتر مية جهاز لأنه أنا بدي أبيعها حالميا لمشتري استهلاكي وليس إلي عدد الأفراد المشتريين بكون في اتخاذ القرار الشرائي كبير فيه لجان واللجان والأقسام أما المشتري الاستهلاكي واحد أنا الآن باخد قرار للشراء وبنهي هذه الجزئية غالبا ما يسبق عملية الشراء دراسات كيف يعني أنا بتشوف الزملاء والآخرين إيش طبيعة العمل وإلى آخرين واضح يتبع الشراء خدمات خاصة بالسلعة زي تركيب وتصنيع وصيانة وإلى آخرين لذلك أسمي هذا الأمر بيش بالمستهلك الصناعي واضح بالمستهلك الصناعي أتمنى أنها تكون إن شاء الله واضحة الأمور لإلك لأن هذه التصنيفات مهمة لحتى نعرف الأمور والرائحة طيب يمكن هذا الأمر مقارنة بين الأسواق الاستهلاكية والأسواق الصناعية فيه عند مجموعة من النقاط خلينا نحكي فيها مثلا الأسواق الاستهلاكية نوع المشتري نهاية الأسواق الصناعية وسيط لأنه بتدخل فيه تصناعات جديدة بتدخل فيه أفكار جديدة الغرض من الأسواق الاستهلاكية أنه أنا بدي أستهلك وألبي رغبة شخصية أما الأسواق الصناعية أنا بأنتج منتج آخر أو خدمة أخرى من أجل إنتاج منتجات جديدة كميات الأسواق الاستهلاكية كميات الأسواق السهلاكية صغيرة كما حكينا أنا بشتري جهاز لابتوب واحد لإلي أما الأسواق الصناعية بشتري أكتر من لابتوب لماذا؟ لأن أنا بدي أدخله فيه تصنيفات جديدة وأمور جديدة وهذه الأمور إحنا بتنايش نركز عليها المدة والمدى المدى قصير الأجل يعني أنا بأخذ القرار قصير الأجل أما فيما يتعلق بالأسواق الصناعية تعتبر شو مالها؟ طويلة الأجل لأنه بتأخذ شغل ولذلك سلوك الشراء في الأسواق السهلاكية فيه تفاخر فيه تباهي عكسه تماما الأسواق الصناعية عقلاني فيه أندي ميزانية معينة بتحرك فيها عدد الأفراد المشتريين في الأسواق السهلاكية قليل ممكن أنا ممكن العائلة ممكن الأصدقاء فقط أما الأسواق الصناعية لا كبير لأنه فيه أندي لجان فيه أندي أقسام هذا مهمة جدا المقارنة بتوضح لكل النقاط اللي احنا تحدثنا فيها قبل الشراء يتأثر المستهلك في السوق السهلاكي باللي بيقرأ و باللي بيشاهده في الإعلانات ولذلك نحن نركز في عملية التسويق عالميا على الشخص في الأسواق السهلاكية و نحط له التفاصيل اللي بندلع المستهلك كيف ممكن أحما نعزز قرار الشراء اللي عنده أما في السوق الصناعي اطلاقا هو بيجيب شغلة بيدرسها بحط اختبارات آليات بتم العمل على أساسه خدمات بعد البيع خدمات بعد البيع قد لا يستلزم مثل تلك الخدمات ليش؟ لأنه أنا يعني اشتريت لإليه اللابتوب فبالتالي أنا مش كتير قد ها ممكن أنا أستخدم يعني زي في بعض الأحيان في الأسواق السهلاكية بيقول لك خدمة ما بعد البيع في بعض الأماكن بس مش دائما أما في الأسواق الصناعية بيصير في عند خدمات خاصة بالسلعة زي التركيب والصيانة وبالتالي تكون عملية المتابعة في هذه الجزئية عملية شمالها مستمرة ولذلك يجب علينا أن نركز على هذه الأمور قدر الإمكان علشان نحكي في هذه التفاصيل طبعا هذه النقاط اللي حبينا نشاركوا فيها في خلال هذا اللقاء يمكن كانت للتركيز على الأمور التي لها علاقة بالسوق وأهمية هذا السوق من خلال مجموعة من المعطيات وكذلك الحديث عن العناصر الرئيسية للسوق من حيث الرغبة والقوة الشرائية والسلطة ولا بد أن يكون هناك مجموعة من الباعين كذلك تحدثنا عن أنواع الإسواق والمقارنة بين الأسواق الاستهلاكية والأسواق الصناعية من خلال هذه المقارنة التي وضحت كل الأمور إن شاء الله طبعا في خلال المحاضرة القادمة سنتحدث عن التصنيفات الأخرى لأنواع الأسواق من خيثه أسواق المنتجين أسواق إعادة البيع الأسواق الحكومية والأسواق العالمية في إطار التغيير الكبير الذي يعيشه دائما مفهوم التسويق وما هي تبعات التكنولوجيا وتأثيراتها على الأمر الذي له علاقة بهذا التسويق أنا في نهاية هذا اللقاء أتمنى إن شاء الله تكون كل الأمور وضحت لإلك طبعا بكل تأكيد أي استفسار أو أي متابعة نحن موجودين معكم من خلال المتابعة عبر البوابة الإلكترونية وكذلك عبر محاضرات الزوم اللي أحنا بنكون دائما متواصلين معكم أتمنى لأي لكم إن شاء الله التوفيق حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي ونراكم إن شاء الله في محاضرات أخرى تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته